مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على القناة لتعلم اللغة التركية بدرسنا لليوم رح ناخد صيغة بسيطة جدا من أبسط الصيغة الموجودة بالمستوى بائكي حتى هي ليش موجودة بالمستوى بائكي ما بعرف لقد بسيطة يعني رح نحكي عن استخدام كدر مع الأفعال نحنا سابقا بالمستوى آبير أخدنا استخدام كدر مع الأسماء وكانت الصيغة كالتالي أنه أنا أستخدم اسم لما نقول اسم يعني ممكن حتى يكون كلمة دالة على الزمن لكن ما يكون فاعل فنستخدم اسم زائد آ أو آ كدر آ أو آ هي حروف التوجه التوجيه حروف الجر بسموه مثل ما بتحبه بتكون مسبوكة بحرف الحماية إذا لازم وهي الصيغة تعطيني معنى حتى كده لغاية كده إلى أن كده مثلا بقول سبها كدر تلشتم سبها كدر تلشتم عملت حتى الصباح لغاية الصباح سبها كدر مثلا يارنا كدر بورديم يارنا كدر بورديم أنا متواجدة هنا يارنا كدر لغاية الغد حتى الغد مثلا أكولا كدر كوشتم أكولا كدر كوشتم ركضت حتى المدرسة فهي صيغة بسيطة بنفس البساطة رح نستخدم كدر مع الأفعال لكن طبعا رح تكون الصيغة مختلفة شوي في عنا ملاحظات رح تشوفوها بالدرس بنهاية الدرس مثل العادة رح ناخد نص صغير يحكي عن كدر مع الأسماء و مع الأفعال نبدأ درسنا هذي باش لي مع الأفعال رح تكون الصيغة التالي أنه أنا أستخدم فعل نتبهه على التفاصيل فعل زائد أنا أو أنا كدر أنا أنا كدر كمان لأنه تبدأ بحرف صوتي فأحتاج حرف الحماية إذا كان الفعل ينتهي بحرف صوتي مشان نمنع التقاء الصوتيين فلما يكون عندي فعل ما رح أستخدم بس A أو A كدر مثل الأسماء لا رح أستخدم أنا وأنا كدر بهالحالة مع الأفعال فيني أستخدم أيضا بدل كلمة كدر فيني أستخدم دك أو دين شو معنى دين نفس معنى كدر ولكن ما أستخدمها مع الأسماء أستخدمها بس مع الأفعال طب ليش فيه ثلاثة أمد أستخدم هاي أو هاي طبعا حسب الشخص شو بيحب يحكي بالعادة كدر أكثر متداولة دك كمان نسمع كتير دين كتير قليل نسمعه فهي الصيغة الأولى كمان فيه صيغة أخرى مقابلة إلى تعطي نفس المعنى ما فيه أي فرق بينهم الفرق باللاحق أو قصدي بالمعنى ما فيه فرق مثلا رح أقول كمان الصيغة بتقول أنه أنا أستخدم فعل زائد انجايا كدر أو انجايا دك أو انجايا دين نفس المبدأ انجايا كمان مسبوقة بحرف الحماية إذا لازم وانجايا تكون رباعية هلأ أنا وأنا ثنائية لاحقتين انجايا ممكن تتغير رباعي صوتي رباعي يعني بتكون انجايا 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 فننتبه على الحروف الصوتية التوافق الصوتي جدا مهم الصيغتين هدول متشابهتين تماما يعني طبق الأصل فيني أنا أستعمل أنا وأنا كدر دائما فيني أستعمل أنجايا كدر دائما فيني أستعمل دك بدل كدر أو دين قلنا هاي الصيغتين متشابهة تماما لما بتكون معناها لغاية كذا أو إلى أن كذا أو حتى كذا فبهذا المعنى الصيغتين متشابهة ناخد مثال مثلا بقول لحظوا أنه أنا أضفت بان لحتى أوضح أنا عن مين عم أتكلم لأنه اللاحقة الصيغة كاملة ما فيها لواحق ضمائر شخصية ولا لواحق زمنية فأنا فيني الزمن طبعا رح أفهمه بنهاية يعني بتكملت الجملة أما الضمير المتكلم أو عن مين نحن عم نحكي ففينا نذكره ونوضحه بان ألنة كدار أل هو فعل الموت بان ألنة كدار إلى أن أموت أنا حتى أموت أنا ينندقى الجام سوف أبقى إلى جانبك فيني أقول بان ألنة دك بان ألنة دين بيصير وفيني أقول كمان بان ألنجة كدار ألنجة دك ألنجة دين كلها نفس المعنى قلنا أنا وأنا وألنجة إلى أن أتعلم اللغة التركية حتى أتعلم كورس هذا بان دي جام سوف أتابع بالكورس أتابع بالدورات ففيكن كمان تقولوا بدل كدار دك أو دين وبدل ألنجة دين ففيكن تقولوا ألنجة كدار أو دك أو دين ما عد أرجع إذا الملاحظة بالجمال التالية لأنه خلص وصلت يعني الفكرة بشكل عام هاي الصيغتين اللي حكينا عنها تعبر عن أو تدل على وقت أو لحظة نهاية الفعل مثلا يعني أنا رح أستمر بالكورس إلى أن أتعلم اللغة التركية يعني لما أتعلم اللغة التركية إلى أن أتعلم يعني رح تنتهي هون لما خلص أتعلم اللغة التركية رح أترك الكورس فممكن تأطي هذا المعنى هاي الصيغة جملة أخرى فينا نقول أير كيلو فارمك استيور سنز ضيانا قدار يمين أير كيلو فارمك استيور سنز سا لاحقة الشرط أير طبعا تابع على لاحقة الشرط إذا كنتم تريدون أن كيلو فارمك كيلو فارمك يعني إعطاء وزن بمعنى خسارة وزن إذا كنتم تريدون أن تخسروا وزنا ضيانا قدار ضي هو فعل الشبع ضيانا قدار أو ضيون جايا قدار يمين لا تأكلوا إلى أن تشبعوا بمعنى انهضوا عن السفرة قبل أن تشبعوا ما حتى فيكن تخسروا وزن أير كيلو فارمك استيور سنز ضيانا قدار أو ضيون جايا قدار يمين جملة أخرى بان افي دونانا قدار أنم ويانك كاليو بان افي دونانا قدار دون مك هو فعل العودة إلى أن أعود إلى المنزل أنم ويانك ويانك مستيقظة كاليو والدتي تبقى مستيقظة إلى أن أعود إلى المنزل فهيض هي الصيغة أصدقائي جدا سهلة فيكن تستبدلوا قلنا أنا ويانك كدار بانجا يا كدار أو كمان فيكن تستبدلوا كدار بديك أو دين ذاكر عندي ملاحظة عن الصيغة التالية بس أني لما أستخدم مع الفعل أنا ويانك كدار بس كدار أنا ويانك كدار ممكن تستعطيني هاي الصيغة معنى بدلا من ما إلى علاقة بحتى أو إلى أن صيغة أخرى هي بدلا من لكن قبل ما ناخد الأمثلة هاي الصيغة بهذا المعنى بدلا من قليلة الاستخدام يعني في كتير طرق لحتى نقول بدلا من أنا ذاكرتها قبل بفيديو قصير بس هاي ملاحظة ممكن تشوفوها مكتوبة بشي كتاب أو شي أو ممكن تسمعو من حدا يعني مو غلط مثلا بقول بوبها رايلا أرباء لانا كدار ايوال بوبها رايلا بهذه النقود أرباء لانا كدار ايوال يعني اشتري بيتا بهذه النقود بدلا من أن تشتري سيارة اشتري بيت لا فينا في ناس راح يقولوا أنه كيف ننفرق راح يبين من معنى الجملة من سياق الجملة هون ما فيني أقول اشتري بيت إلى أن تشتري سيارة بهذه النقود يعني الترجمة غلط فتعطيني المعنى الآخر بوبها رايلا أرباء لانا كدار ايوال اشتري بيتا بدلا من أن تشتري سيارة بهذه النقود جملة أخرى أوتوبوسة بنانا كدار أوكولا يورو مسافة كصة أوتوبوسة بنانا كدار بدلا من أن تصعد بنمك الصعود إلى الأوتوبوس إلى الباس أوكولا يورو امشي إلى المدرسة مسافة كصة مسافة كصة يعني المسافة قصيرة فممكن اللاحقة أنا أو عفونا الصيغة أنا وإنيكا دار حسرا تعطيكم معنى بدلا من ولكن قلنا قليلة الاستعمال بهذا المعنى يعني كلمة بدلا من إلها صيغ أخرى مستعملة بشكل أكبر ننتقل أصدقاء إلى آخر فقرة بدرسنا هي أنه راح ناخد حوار بسيط جدا كم جملة بين شخصيتين بين مديرة راح ميوجه كلامه للعاملين اللي عنده بين شخص كمان راح يجاوبه مثلا أو يسأله راح ناخد مدير تشالشان لارا يعني المدير يقول لي تشالشان لار العمال العاملين تشالشان لارا شو يقول أرقداش لار بل يورسونوز بو أرالار تشوكيوونوز أرقداش لار يا أصدقائي بل يورسونوز أنتم تعرفون تعلمون بو أرالار تشوكيوونوز في هذه الفترة بو أرالار تشوكيوونوز نحن يوون يعني مكثف شو يعني مكثف شلون أقول نحن مكثفين لا بمعنى نحن مشغولين جدا لما أقول مشغول يوون أكتر أكتر من مشغول يعني كتير كتير الشخص مشغول أرقداش لار بل يورسونوز بو أرالار تشوكيوونوز أو يزدان لذلك بو جن جج ساعته كدار تشالش مليز بو جن اليوم جج ساعته كدار ساعت هي اسم مفعل فأنا أضيف آ أو أي كدار ضفنا أي مع النساعت في حرف آ لأن النساعت استثناء من الاستثناءات اللي ما نضيف إلى حرف ثقيل بو جن جج ساعته كدار تشالش مليز يجب أن نعمل حتى ساعة إلى ساعة متأخرة قلي يسأل يا إش بيتماثة بو جن يا إش بيتماثة بو جن يا بيتماثة شو يعني هيا يا بيتماثة هي كمان صيغة بمعنى وإذا ما خلص العمل اليوم وإن لم ينتهي العمل اليوم وإذا ما انتهى العمل اليوم عرفتوا كيف انترجمة يا بيتماثة يعني يا زاعت فعل بصيغة الشرط هون عندي شرط منفي يا إش بيتماثة بو جن وإن لم ينتهي العمل اليوم وإذا ما انتهى العمل اليوم مدر المدير يجيب ما لسف إش بتاني قدار بوردان تقام يورز إش بتاني قدار بتمك بت هو فعل الانتهاء بتاني قدار إلى أن ينتهي العمل ما لسف مع الأسف عم يقول إش بتاني قدار إلى أن ينتهي العمل بوردان تقام يورز لا نستطيع الخروج من هنا معلوم معلوم يعني معلوم كما تعلمون بما معنى بعض العملين عندنا يعني çalışانlarımız يورد dışında يعني خارج البلد يعني بارات البلد şimdi o yüzden onlar dönene kadar işlerini birlikte bitirmek zorundayız o yüzden لذلك onlar donene kadar ila an يعuduhum işlerini yani a'maluhum birlikte bitirmek zorundayız zorundayız nahnu mutterin l'an nunhi nunhi bitirmek inha wabitmek alantihak ila an nunhi a'malahum ma'an birlikte nahnu yani nahnu sawa işlerini birlikte bitirmek zorundayız علي يقول ayşede hastane dayatyo dahata burge all mamash ayşede hastane dayatyo عائشة ايضا يعني عائشة زميلتهم في العمل ايضا hastane dayatyo يطمك بمعنى فعل النوم او الاستلقاء ولكن لما نقول hastane dayatyo معناته هو في المستشفى لا يزال نائم في المستشفى لانه مريض او مريضة هي عائشة ده تابور جؤول ممش تابهولي على هذا الفعل تابور جؤول مك هو الخروج من المستشفى لكن نحن الشخص لما يدخل على المستشفى بشكل عام ما فكلمة تابور جؤول مك هي انه الشخص يخرج من المستشفى مثلا انا بالمستشفى مريضة اقول بقون تابور جؤول جام يعني اليوم رح يخرجوني من المستشفى اليوم رح يطالعوني من المستشفى تمام ده تابور جؤول ممش لسه ما طلعت مش بمعنى اسمعت او قيل المدير يقول او دا ايليشنك دار افداد اوضا وهي ايضا ايليشنك دار ايليش مك هو فعل التعافي او التشافي ايليشنك دار الى ان تتعافى الى ان تتشافى افداد دن لان ملي افداد دن لان ملي يعني يجب ان ترتاح في البيت بانسي زياميك سويلدم بانسي زياميك سويلدم سويلدم قلت لك كيف اقول قلت لكم طعاما لا بمعنى طلبت لكم طعاما تمام لما بقول شخص بان سويلدم چاي سويلدم مثلا رح اطلب لك بمعنى شاي او طلبت لك شاي بان سيزا يمك سويلدم انا طلبت لكم طعاما يمك جلنا قدار چلشالم لنعمل الى ان يأتي الطعام صنرا يمك مولاس vereجاز صنرا وبعدين يمك مولاس يمك مولاس يعني استراحة الطعام سوف نعطي مع كلمة مولاس الاستراحة دائما نستخدم فعل يعني مثلا اقول لطلابي مولاس لناخد استراحة هنا بيقولوا لنعطي استراحة ارجع اقرأ النص على السريع مدير يتكلم بالبداية اشتراحة بيقولوا اشتراحة اشتراحة على استخدام كل قاعدة من القواعد اللي عمنا اخدها ان شاء الله يكون درسنا سهل و بسيط بالفعل ان شاء الله استفدتم منه اظلوا دائما بخير مع السلامة اشتراحة